لا تحتاج لتعليق فهي تثي بالغرض إحدى طائرات التصوير وثقت ملاحظية مجاري قضاء القرنى شمال البصرة وهي ترمي المياه الثقيلة في ملتقى نهري دجلة والفرات طريقة التصريف هذه لا تقتصر على البصرة فقط فأغلب المحافظات العراقية تقتل الأنهار بها كذا طريقة إنه هذا تلويث مباشر بسبب أنه تجويع مياه المجاري الثقيلة في مجمع واحد ورميها في النهر السبب في ذلك أنه عندهم محطات المعالجة غير مكتملة وبحسب التقارير الإعلامية ودراسات المختصين والمنظمات الدولية فإن أغلب الإصابات بالأمراض الخبيثة والمزمنة خصوصا الأمراض الجلدية تأسببت بها ملوحة المياه والتلوث الحاصل فيها نتيجة الإهمال الحكومي والإنسلات الشعبي الذي حول حفات الأنهر لمكبات نفايات يعني إذا تشاهد اليوم كثير من المخلفات كل المياه الثقيلة والمجاري بالبصرة وين تروح هي تذهب إلى شط العرب وهي جاي سبب حوادث وأمراض كثيرة أمراض جلدية وأمراض أخرى حتى وزارة البيئة عندها مؤشرات على حجم التلوث الموجود وسببه هو يعني رمي مياه المجاري لأن أغلب المدن ما موجودة بها محطات معالجة أو إذا موجودة هي محطات يعني تحتاج إعادة تهيل وصيانة جديدة جدير بالذكر أن الحكومة المركزية وجهت منذ العام 2009 بتحويل منافذ التصريف للمياه الثقيلة لمحطات التصفية قبل رميها في الأنهار إلا أن القرار لم ينفذ في أغلب المحافظات وذلك لانعدام شبكات التصفية فيها إصابات سرطانية أمراض جلدية بسبب تلوث مياه شط العرب بمقابر السفن والنفايات على ضثاث نحري دجلة والفرات إضافة إلى رمي مياه المخلفات الثقيلة من دوائر المجاري والحلول التي تقترحها الحكومات المحلية والمركزية لاثني عشر عاما على الورقي دون تنفيذ من البصر أركان تقي قناة التخطي ترجمة نانسي قنقر